اشتركوا في القناة نتطرق في نفس هذا الموضوع الى طريقة تحضير هذا البيت ثم بالاخير نتطرق لمدار الاستعمال المفرط او الاستعمال العشوائي من طرف المربي للبيت الذي ينجم عنه اضرار نتطرق لها بصفة مدققة وبصفة واضحة تسمح لكل المتابعين من اتباع احسن طريقة لبلوغ الهدف الاسماء وهو ان تكون طيورنا في صحة جيدة مع ضمان انتاج وفير باذن الله وهو الهدف الذي يسعى له اي مربي كما اشرت اليكم اخواني المربين في المقدمة فان هذا الفيديو سوف نقصمه لثلاث ازاء اولا هي فوائد منح البيت لطيورنا ثانيا طريقة تحضير هذا البيت اي الطريقة الصحيحة لتحضيره وتقديمه ثالثا المدار الناجمة عن الافراط في منح البيت لطيورنا اول باب في هذا الفيديو هو باب الفوائد التي يجنيها او تجنيها طيورنا من استهلاكها للبيت كما يعلم الجميع فان البيت يحتوي بشكل كبير على مادة الفوسفور والحديد والكالسيوم والبروتينات كما ان البيت مقوي جنسي فعال بالطيور كما هو مقوي للمناعة الطائف كما ان البيت كما يعلم جميع المربين المحترفين فان البيت مفيد ومفيد جدا لنمو الفراخ حيث سوف نتطرق لهذه النقطة بالذات بالشرف الوافي خلال معرض هذا الفيديو كما ان البيت مضاد لأكسدة الأمعاء لطيورنا كما يقوي عظام الفراخ كونه يحتوي الكالسيوم وكذلك من بين الفوائد الهامة لتقديم البيت هو ضمان عدم قيام الأنت أثناء وضعها للبيت ضمان عدم أكلها لبيضها نظرا لحاجتها للكالسيوم لوضع البيت حيث أنه بتقديمنا البيت لطيورنا نضمن أن هذه الأنت لا تكون في حاجة لتلبيت أو إشباع رغباتها من الكالسيوم عن طريق تناول بيضها نتطرق في نفس هذا الموضوع للمرحلة الثانية بعدما تعرفنا على فوائد البيض نتطرق لطريقة تحضيره حيث أنها طريقة سهلة لكن يجب اتباع الخطوات التي سوف أدقرها لكم كون البيض كما قلنا هو مفيد جدا لكن في حالة استعماله استعمالا غير مدروس قد يتسبب في كوارث لا قدر الله يجب علينا غسل البيض بشكل جيد مع وضعه في الماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة أي يقوم بالغلايان في الماء لمدة 15 دقيقة لدما أن يكون البيض قد تم طهوه بشكل كامل وعدم ترك أي سوائل بداخله حيث أننا نقدم البيض في شكله البارد مع قيامنا بتقطيع لقطع صغيرة كل حسب درجة احتياجه وعدد طيوره وفي هذا الصدد أنبه لشيء مهم هو أن وضع البيض في فصل الشتاء والبرد يكون لمدة 6 ساعات فقط ثم نقوم بإخراج البيض من القفص أي المتبقي من البيض نقوم بإخراجه من القفص لعدم استهلاكه من طرف طيورنا وسوف أتطرق السبب الذي يجعلنا لا نترك البيض في القفص أما في فصل الصيف فنضعه في الفترة الصباحية فقط وليس في الفترة المسائية مع قيامنا بإخراج البيض وضرور بكتيريا ضارة عليه خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة مما قد يجعل منه مادة سامة قد تتسبب في مرض طيورنا كما تشدر الإشارة هنا أن البيض نمنحه لطيورنا لمرتين في الأسبوع أما الأزواج التي لها فراخ فنعطي البيض لها إما يوميا بحصص كافية أو مرة كل يومين من أجل مساعدة الوالدين في التأكيل وكذا من أجل المساهمة في النمو الجيد للفراخ وكمرحلة ثالثة في هذا الفيديو نتطرق لمدار البيض حيث أن أغلب المدار ناتجة عن البيض لا تكون بسبب البيض بحد ذاته وإنما بسبب قيام المربي بتصرفات أو سلوكيات أو قيامه بأفعال منافية للطريقة الصحيحة للتربية وفي هذا الإطار نشير أنه كما أن للبيض فوائد لا يمكن لأحد نكرانها أو الإنقاس من قيمتها في تربية الطيور يوجد يوجد أيضا بعض المدار أو الأضرار الناجمة أساسا لجهل المربي أو عدم خبرة المربي للوقت المناسب أو الطريقة المناسبة لتقديم البيض للطيور ومن بين الأضرار الشائعة للبيض هو تعرض طيورنا للإسهال والمرض نتيجة ترك البيض في المأكاليات لساعات طويلة خاصة في فصل الصيف وموسم الحر مما يجعل البيض مادة سامة نتيجة التعفن الناتج عن الحرارة وهنا أنصح كل المربين بأن يقوموا بتقديم البيض في فصل الصيف في الفترة الصباحية فقط ولمدة أربع ساعات فقط ومن ثم نقوم بإخراج البيض المتبقي والتخلص منه وعدم تركه في الأقفاص لكي لا يتحول لمادة سامة ومن بين الأضرار الشائعة أيضا الناتج عن الاستهلاك المفرط للبيض هو التشحيم للذكور والإينات وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم خصوبة الطيور وعدم نجاح عملية التزاوج وينجم عن التشحيم أساسا وينجم التشحيم أساسا عن قيام المربي بوضع البيض للطيور بصفة يومية قبل وضع الفراخ مما يؤدي إلى السمنة المفرطة للطيور والحل هنا هو إعطاء طيورنا البيض لمدة أو لمرة واحدة في الأسبوع فقط ومن بين الأضرار الشائعة كذلك خاصة لدى المربين المبتدئين هو لما يكون الطائرنا مريض بالإسهال فلا يجب إطلاقا منح البيض لطيورنا المريضة لأن البيض قد يؤدي لزيادة حدة الإسهال لما يتسبب في زيادة الإسهال بشكل حاد جدا الشيء الذي قد يتسبب لا قدر الله في وفاة الطائر ولهذا أنصح كل بربي مبتدئ أنه عند ملاحظته أن أحد طيوره مصاب بالإسهال فلا داعي لتقديم البيض له إلى غاية شفائه من الإسهال بشكل تام ثم نقوم بتقديم البيض لمرة واحدة لهذا الطير أو الطيور التي كانت مريضة وذلك لتجنب عدم تفاقم مرض الإسهال إخواني الأعزاء إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو الذي نطلب من الله عز وجل أن ينال إعجابكم وأن يساعد أي مربي ولو في جزئية صغيرة في طربية طيوره والمساعدة على نجاحه وتطوير وتطوير إنتاجه والمحافظة على سلام الطيوره الرجاء منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد وإلى لقاء قريب أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء قريب ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة